بنستكمل اليوم الانيرجي اكوشن وتطبيقاتها وهنتكلم اول حاجة للابليكيشن بتاعت البرنولي اكوشن وزي ما قلنا البرنولي اكوشن لا تطبيقات كتير جدا اللي هو عملية الميجرمينتس و الكنسيبت عندي ميجرمينت اوف دايناميك استاتيك اند توتال هيد زي ما احنا شوفنا من المعادلة يعني ايه دايناميك هيد شوفنا يعني استاتيك هيد ازاي انا بقيس هذا الكلام انا لما جايسي الاستاتيك هيد يا جماعة بتكون عندي فتحات هنا بسميها استاتيك كول وبلاحظ ان انا عندي في الاستاتيك هيد انه لو الصريان ماشي في هذا الاتجاه يبقى الكمبوننت على الصريان كده مفيش كومبوننت تدخل جوه عمودية او في اي الدكاة داريكشن ميل عشان ما يبقاش عندي اي خطأ في الارعية وهي دي بسميها استاتيك كول وممكن ان احطه بروت برضو وافتح فيها فتحات استاتيك لما جايشوف التوتال هيد التوتال هيد بحط عندي فتحة السريان عندي بتكون عمودية على السطح بالشكل سريان داخل على الكول سيكشن الفتحة بتاعت البيت و بتاعت البيت تيوب اللي بحطها او المحطها بحطها لما اجيشوف الديناميك هيد هو الفرق بين الاثنين يبقى لما اجيشوف الديناميك هيد عندي بيبقى في الفرق بين التوتال وبين الستاتيك يبقى انا عندي الستاتيك هيد بي واحد على جاما الميجرد باي بروب والبي بوربين ديكلور توزا فيلوستي يعني معناه فتحة البروب والبي بارالت توزا فيلوستي الديناميك هيد از ميجرد بايزا بروب والتوتال هيد عندنا بي او بيبقى عندي البي او يساوي بي جاما الستاتيك زائد الديناميك يبقى التوتال بيساوي الستاتيك زائد الديناميك وسعاد بنطلق على هذا التوتال استجنيشن بريشر لما نيجي نشوف ازاي بايز السرعة بايز السرعة باستخدام بيتو تيوب وهو عبارة عن بوردون تيوب باستخدمها بتكون فتحات السطحة على البروب بديوت ايز استاتيك تدخل عندي الفلاوة دي يخش بهذا الشكل الفتحة العمودية على التجاسة ريان زي ما قلنا الفتحة اللي هتقيس التوتال يبقى الفرق بين الاتنين بالدين الديناميك هيد هنا هو النقطة دي احنا بنسميها اللي هي فتحة التوتال بريشر او بنسميها الاستجنيشن بريشر لان الفلاوة بيبقى ماشي ولما بيطلع لدماء احنا تبدأ البركليس تتوقف تتوقف ودي اصبحت نقطة ركود ولذلك نطلع عليه في بعض الاحيان بدل التوتال نطلع عليه اللي هو الاستجنيشن بريشر يبقى تلاقي الستاتيك بريشر عندنا انه بتبقى فيه سنجم واجهة في حالة التوتال بريشر وبطبق برنوري ايكويشن بجد انه الفلوسي عندنا بتساوي جزر 2 بي واحد نقص بي 2 على رو للماء اللي موجود عندنا طبعا البيتوستاتيك بروب رلاتيفلي سيمبل زي ما قلنا وبعدين الارور بيجي نتيجة بعض الاخطاء في التصنيع زي ما احنا بنشوف لو انت عندك الفتحة مثلا في حالة الاستاتيك معمولة بالمنظر ده يدين خطأ في الرياية لانه الحبفة اللي موجودة هنا بتخلي البريشر عندي بي واحد اقل من بي لو انا عندي الفتحة هنا بهذا الشكل برضو تعمل لي خطأ هتخلي بي واحد اقبل من بي ودي تديني ايرور لو انا جيت الفتحة السليمة زي ما انت شايف بالشكل ده ده تديني اكزاكت يبقى لازم وحنا بنعمل الفتحات لقياس الاستاتيك او الاستاتيك بريشر او البريشر في حالة التودل بقدر ان انا اشوف الاخطاء اللي بتحدث عندي عن طريق تصنيع الفتحات لانه بستخدم الكلام ده في المعامل فلازم اراعي الايرور اللي بتحدث في الديزاين لازم اراعي الايرور اللي بتحدث في الديزاين بتاعت الاستاتيك بورت بكده يبقى احنا شوفنا ازاي بنقيس الفلوسي وشوفنا ازاي بنقيس البريشر سواء اذا كان استاتيك او توتل او ديناميك تلقاكم في المحاضرة القادمة لاستكمال باقي التطبيقات للانيرجي اكوشن